وضع السالب 2 ومع انه عندها مساوا معناته نضع دائرة مغلقة تمام حسا بالروح سين اكبر بما انها اكبر معناته مالة نهاية نضلل بيناتهم حسا اذا تلاحظ الحل ستكون السالب 2 مغلقة وابلش من السالب 2 لانها هي اصغر من المالة النهاية وهون المالة النهاية بنحطها وبنحط عندها مفتوحة اذا بتلاحظ هاي فترة غير محدودة نصف مغلقة اذا هاي فترة غير محدودة نصف مغلقة اليوم اتعلمنا كيف انحل المتباينة الخطية بمتغير واحد اذا كانت بسيطة لكن يامس خلينا نشوف تدريب اثنين الى اطنعش صفحة خمس وستين اليه الف سين ناقص اثنين اقل من اربعة تمام سين ناقص اثنين اقل من اربعة اذا بتلاحظ هون انا عندي الطرف الايمن يحتوي على متغير ويحتوي على ثابت وهون عندي ثابت معناته راح انقل الثوابت عند بعض سالي بثنين لما انقلها على الطرف الثاني راح تصير عندي موجة بثنين شو بظل هون عندي سين اربعة زائد اثنين ستة انا يمس جماعة اثنين معناته يمس انا لما اجي اجمع اشارة التباين بتظلها زي ما هي الخطوة الثانية بدي اخلي معامل سين يساوي واحد انا عندي هون جاهز معامل سين يساوي واحد معناته راح انتقل للخطوة الثالثة نيجي بنحط خط الاعداد عندي بنحط الستة عندي الستة دائرة مفتوحة اذا بتلاحظ سين اقل كلمة اقل معناته سالب مالا نهاية هاي هون عندي سالب مالا نهاية بطلل البناتهم وباجي بكتب الفترة سالب مالا نهاية لانها الاصغر والستة وبنحط عندي الستة مفتوحة لانه لا يوجد مساواة تمام معناته يمس عندي مجموعة الحال من السالب مالا نهاية الى ستة هاي فترة غير محدودة نصف مفتوحة هس نشوف باك دائما اللي مصبحنا بنحل لازم ننتبه لخصائص التباين اذا بتلاحظ انا عندي هاي المتباينة عندي المتغيرات عجيها وثوبت عجيها لكن الخطوة الثانية اني انا لازم اخلي معامل صاد يساوي واحد معناته هون يمس انا راح اقطار اخليها واحد عشان اخليها واحد باجي باقسم على اثنين يعني بدي اقسم على عدد موجب لكن يمس انا ما اجي اقسم على اثنين اذا بتلاحظ هون يمس عندي كسر تمام؟ فاحنا دائما كنا نحكي لك عشان اتخلص من معامل صاد اخليه واحد كنا نقسم عليه او كنا نضرب بمقلوبه معناته هون راح اضرب بنص وراح هون اضرب بنص بس بدي احكي لك هون ملاحظة اذا بتلاحظ هون عندي صاد الاثنين راحت مع الاثنين ضل عندي صاد هون سالب ستة درب واحد اللي هي سالب ستة على اربعة عشر انتبه معي على ملاحظة كثير مهمة هون يا مس هاي الخطوة ما حدا يجي يقلب فيها اشارة التباين ليش هون يا مس انا لما اجيت اخدت المقلوب ما حدا يجي يحكي لما احنا يا مس حكتين انه المقلوب راح اجي اعكس اشارة التباين لا هذا الحكي غلط انا يا مس كلمة مقلوب لما يا مس اجي اخذ مقلوب الطرف الايمن ومقلوب الطرف الايصر هون يا مس انا ما اخدت مقلوب هون يا مس انا اجيت ضربت بنص تمام؟ هاي النص اش يعني؟ يعني انا ضربت في عدد موجب هي النص عدد موجب معناته هون يمس قوعقة تخربت بما أني أنا يمس ضربت في عدد موجب معناته أنا يمس ما رح أعكس إشارة التباين لأنه أصلا لما يجي ضربت بنص زي كأنها نفسها قسمت على 2 وهون قسمت على 2 طب إحنا القسمة على عدد موجب كنا نعكس إشارة التباين لا بس أنا ليش اخترت إني كتبتها بدلا ما هي أقسم على 2 اللي يجي ضربتها بنص لأنه يمس هون عندي كسل لما أجي أقسمها على 2 رح تجي تغلبك بس رح يطلع معي نفس الناتج معناته يا مثل انتبه هون انا ما اسمها قلبت انا لما اجي اخذ مقلوب بكون اخذت مقلوب الطرف الايمن مقلوب الطرف الايصر اللي هاي صارت واحد على اثنين صاد وهاي صارت سبع على سالب ستة هون ما اسمها مقلوب هون انا ضربت بمقلوب المعامل مش بالمقلوب للمتباينة كاملة معناته هون ما بنعكس اشارة التباين بتظلها زي ما هي تمام هسا مسي بنيجي بنحط صارت عندي جاهزة بنحط العدد عندي لي سالب ستة على اربعة عشر على خط العدد اذا بدك تيجي تختصره اختصره ما بدك تختصره عادي خلي لي سالب ستة على اربعة عشر بنحط عندها دائرة مغلقة لانه في مساواة هسا مسي عندي صاد اقل يعني سالب ما لا نهاية دائما سالب ما لا نهاية على اليسار هايها مجموعة الحال هسا مس بدي اكتبها فترة من عندي سالب ما لا نهاية لانها اقل قيمة بنبلش فيها الفترة بنحط عندها دائما المفتوحة هسا عندي سالب ستة على اربعة عشر بنحط عندها مغلقة لانه في مساواة هاي مس اسمها فترة غير محدودة نصف مفتوحة تمام خلينا نشوف جيب جيم اللي هي ثلاثة ناقص اربعة سين اكبر او تساوي اثنين سين زائد تسعة اذا بطلع خليمس هون عندي انا ثابت متغير متغير وهون عندي ثابت بدي انقل الثوابت عن بعض والمتغيرات عن بعض اول ايش خليني انقل لاثنين سين عندي سالب اربعة سين فهون رح تصير ناقص اثنين سين تمام فبتصير هون عندي ثلاثة ناقص اربعة سين ناقص اثنين سين اكبر او تساوي تسعة خليت اشارة التباين زي ما هي لاني انا اجي الطرحت ودائما الطرح ما بيأثر على اشارة التباين هسه ما صارت عندي ثلاثة ناقص اربعة وناقص اثنين رح تصير عندي ناقص ستة سين هاي حدود متشابهة بقدر اجمعها ناقص اربعة مع ناقص اثنين ناقص ستة وبتنزل السين اكبر او تساوي تسعة هسه انا بدي انقل الثلاثة عندي التسعة فبتصير عندي سالب ثلاثة بيظل هون عندي سالب ستة سين بيظلها اشارة التباين زي ما هي لاني انا قاعد بطرح والطرح لا يؤثر على اشارة التباين هون تسعة ناقص ثلاثة اللي هي ستة هسه مسأل عندي ظل عندي سين اخلي معاملها يساوي واحد معناته رح اجي اقسم على سالب ستة رح اجي اقسم الطرفين على سالب ستة سين يا ميس اذا بتلاحظ هون انا قسمت على عدد سالب معناته رح احكس اشارة التباين ستة تقسيم سالب ستة اللي هي سالب واحد وصارت عندي جاهزة عشان امثلها على خط الاعداد عندي سالب واحد بنحط عندها دائرة مغلقة لانه في مساواة بعدها سين اقل ايش يعني اقل يعني سالب ما لا نهاية هاي السالب ما لا نهاية نيجي بنضلل من عندي سالب واحد لسالب ما لا نهاية وبنكتبها على شكل فترة دائما بلش من الاصغر سالب ما لا نهاية هي اصغر قيمة يعني دائما يمس بلش من اليسار في كتابة الفترة هيه اللي على اليسار هي سالب ما لا نهاية فاصلة سالب واحد عندي سالب ما لا نهاية دائما مفتوحة عندي سالب واحد دائما مغلقة اذا كانت مضللة وهي ميس اسمها فترة غير محدودة نصف مفتوحة وهي كميس اليوم بنكون اتعلمنا كيف نحل المتباينة الخطية بمتغير واحد اذا كانت بسيطة ويعطيكم العافية